السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته البنات مرحبا بكم كامل غاليتي اللي ادخلتوا القناتي قلكم اهلا وسهلا بكم نورتوني في وصفتنا الرائعة لنهار اليوم صلوا سلموا كامل على رسول الله وقلكم درت لكم اليوم جديد قطس نيوة الرائع بنين 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 بمكونات بسيطة جدا فقط بزوج حباتة على البيض والله من اروع ما يكون صلوا سلموا كامل على رسول الله غاليتي ونبدأ وبسم الله اول حاجة هنا عندي زوج حباتة على البيض يكونوا بدرجة حرارة الغرفة رايحا ندير عليهم رشات عملح نزيد نحط ملعقة ونصف تعلافاني ونزيد نصف كاس تاع السكر اللي بنات بزا في قولوا لي هنا فت النصف نقول لكم لا لا بس هنا عندنا الكسل تحت جيذية قول فوق عريض على هذا ندو الجزء اللي جايل تحت شوية اكثر من النصف باش ننخذه يعني القيس قط قد نخلطو بالفوي مكلة لا تستخدمو للخلط الكهرباء الى والو ساهلة بسيطة طريقة على بل يتحبو قطو ساهل وبسيط ويوجد بالخف تمثم في السنية وهذا يوجد لكم عندي كاس الى ربع تاع زيت ما مهنا كي حطت زيت ريح نزيد خلطة خفيفة فقط ونفس الكاس ريح ندير كاس الى ربع تحلي بيكون دافي نبدأ ندفوه فقط وحطوه يعطي نتيجة رائعة ثانية هنا نزيد نخلطوه وخلاص هنا نبدأ نحط في المكونات الجافة خلاص هنا نخلط مليح هذاك الحليب مع باقي المكونات ذو كنجيب كسلولاني تاع الفارينة زوج ملاعق كبار تاع كاكاوبوني مور زوج اكياس تاع خميرة الحلويات لبناء تختاروا نوعية الكاكاولي تكون بنينا تكون ريحتها شابة هكا باش تعطيكم قاطوا يكون يهبل في الذوق وتتحصلوا على ذاك القوتع الشوكولة الرائح ظالا غربلتهم ورايح نزيد نجيب كاس ناقص حوالي ملعقة تاع فارينة ظالا يعني في المجموعة هنا يا الفارينة درت لكم مقادير مضبوطة الكاس اللولاني معمر ممسوح وكاس الثاني نقص منه حوالي ملعقة كبيرة نخلط كامل هاد المكونات الجافة مع السائلة كي تحطوا لبناء المكونات الجافة ما تبالغوش بزاك في الخلق هكذا يعني باش ما تحصلوش على قوام يكون يلاستيكي يتجبد هكذا نتأكد بارك باللي تخلط المليح والحوب يبتع الكاكا وذاب وخلاص هنا عندي واجداد وكن جيب سني والبنات فيها طول على العرض 25 على 30 سنتيمتر دهنتها بشوية عزيت ورشيتها بالفارينة ونفرغ كامل الخليط الداخل نسويه ونسقمه مليح باش مجينيش جيها طلع وجيها هابطك ينطيبو ورانيش على الفرن يسخن بربع ساعة من قبل على درجة حرارة 180 ندخل سني والطيب اكيد تطلع والطيب اللي من تحتها من بعد ضروري يزيد نشعل القطو من فوق حوالي 3 دقايق باش ينشفوا يديلي تحميرها خفيفة فقط من بعد رايحة نحيح وهلا شوفوا البنات ان اركزوا على الوسط باش مجينيش جيها طلعوا جيها هابطة ونروح ندخلو للفرن يطيبلي بعد ما طاب البنات القطو شوفوا هاوليك طلع يجي خفيفة رائع طاب وبرد انا ذوك هنا يا رايحة نقطعوا انا اخترت هاد تقطع وانتو مليكم الاختيار شوفوا البنات هنا رايحة نرشم به فقط ندير تقطع غير خفيف ماشي بزبزف والا نرشم فقط باش مباد نعرف العبر انتو ماذوك حبيتو تقطعوها مربعات حبيتو تقطعوها مستطيلات ديكم الاختيار كل واحدة تدير على حسب واش تحب ويناسبها ديروها مربعات احسن لبنات باش ميبقاو لكم شلي يشيت بزف من بعد نعاود نقطع بالجهة المعاكسة والا يعني ناخذ العبر تهاد طابح باش يجوري مستطيلات كامل كيف كيف وبالنسبة للتزيين اللي بنات من الفوق شوفوا هنا عندي كارامل انا شريت توفيا كارامل خديت منها كمية درتها في كسرونة وحطيتها فوق النار نار متوسطة خليتها حسبت لها بعد الغاليان حوالي خمسة دقايق وهي تغلي باش تتعقد لي شوية ومجينيش سائلة كيما تكون المرة الولانية ثم بعد الغاليان احسبو لها خمسة دقايق وحطيتها تبرد من بعد درتها في لابوشكا وجيت باش ندير من فوق هاد التزيين وعندي كوكا ومحمص محمر من مليح لبنات دخلوه للفرن نقصوه كامل على النار خلوه يتحمر وخلوه يبرد من بعد ديروا به التزيين شوفونا في البداية كنت درت لكم حتى التزيين يعني جاي هكا مدور من بعد قلت هذي سهلة احسن نوريها لكم ديروا خط هكا بالطول فقط لبنات ملاحظة هذي كتوفيا كارامل انا كنت درت لها شوية عملح باش تجيني ذوق تحبنين بس كي خدموها يديروها ملسوسة وصانطة الحلاوه على بالي بلي فيها ولكن ملح ما فيهاش وحطيت هذك الكوكا ومن فوق المحمص وجيت باش نغطيها ههنا يا اكوت شوفو البنات انا هذوك الانصاف اللي لهيها ما كملتهمش بس كانت عندي كمية ع الشوكولة قليلة انتم اكملوا اكيد سنيوها كاملة بالنسبة للشوكولة البنات ديروا شوكولة سوداء انا ما كانتش عندي درت شوكولة بالحليب ولكن البنات ناكد ونعاود على انكم تديروا الشوكولة السوداء وليست الشوكولة البنية انا ما كانش عندي شوكولة هذي مدرت لها حتى اضافة ذوبتها فقط ونشوفو هذيك الكيكا كيف شجينا مع الطبقة على الكارامل مع الطبقة على الكوكاو من اروع ما يكون الشوكولة مع الكارامل مع الكوكاو مقرمش يعني خليتو حمر حمر خليتو تحمر مليح البنات في الفرن وخليتو برد ودرتو شوفو كيف شجي ستقوني قطوا عرائع هذي هي وصفتنا غاليتي للنهار اليوم اتمنى من كل قلبي انكم تجربوها تخلوا لي رأيكم في التعليقات كيما مالفين لا يسعدكم في الضاري ما تنسونيش بجام اشتراك في القناة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته غاليتي في فيديو جاي ان شاء الله جربوا الوصفة راهي مزيج رائع بين هذوك الاذواق برتجي الوصفة مع العائلة والاصدقاء برتجي مع هذيك اللي تحب الشوكولة قولي لها هذي وصفة رائعة جربيها مش هتندمي لها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته البنات في فيديو جاي ان شاء الله